اشتركوا في القناة تفتح رديو السيارة للاستماع الى نشرة اخبار الصباح وبينما تحاول ضد ترد بالاذاعة يقطع شبن الشارع مهرولا على بعد شبرين من مقدمة سيانرتك تندفع قدمك الى المكابح بكل قوة يا الهي ما هذا اليوم لو لانتباهي لصدمته تقول لنفسك وانت تحدق الى الشاب وهو يكمل طريقه من دون ان يلتفت هو لم ينتبه اصلا لما فعله وتنضي الى مقر عملك مذهولا من حماقة بعض الناس تخبر زميلك بالموقف فيخبرك ان هذا كثيرا ما يقع معه ايضا ثم تتصل زوجتك للدردشة معك فتكرر لها القصة فتشكر الله انك نجحت في ايقاف السيارة وتنضي باقي يومك متوترا وانت لا تعرف السبب على وجه التحديد في الحقيقة لقد ظن ذلك الشاب المتأخر عن محاضرته ان السير متوقف بسبب الازمة ولم ينتبه الى ان لحظة قطعه الشارع تزامنت مع لحظة تحرك سيارتك هذا هو كل الموضوع وهو بالمناسبة ليس احمق بل هو الاول على كليته فلما اذا كل هذا التوتر خاصة ان الموقف قد مر بسلام هذا موقف يتكرر مئات المرات كل صباح وقد اراد ريتشارد كارسون لكتابه هذا ان يكون دعوة للجميع لكي يكف عن تحميل الامور فوق ما تحتمل وذلك بما يتضمنه من وسائل بسيطة تمنعك من التركيز على امور ليست ذات قيمة ولد كارسون في الولايات المتحدة الامريكية عام 1961 وكان يعمل معالجا نفسيا وتمكن في فترة حياته القصيرة من تأليف العديد من الكتب التي نالت شهرة واسعة في العالم وترجمت الى العديد من اللغات وفي مفارقة مؤسفة فقد توفي بشكل مفاجئ عام 2006 اثناء رحلة جوية داخل امريكا حيث كان متوجها الى مدينة نيويور لحضور حفل لاطلاق احد كتبه التي تعلم منها الكثيرون فن الحياة ان الحياة فعلا قصيرة اقصر من ان نبددها في الالتفات الى الصغائر الحياة المثالية الخالية من المنغصات اين اجدها ما دنت موجودا على سطح هذا الكوكب فعليك الاقتناع بمسألتين مهمتين للغاية هما ان الناس لن يفعلوا كل ما تريد منهم فعلا وانك لا تفعل كل ما يريده منك الناس هذه معادلة ثابتة وواضحة تستطيع من خلالها تقبل حدوث الاشياء التي لا تتوافق مع هواك ومزاجك ان العالم سيكون مكانا رائعا للعيش لو اقتنع كل الناس بهذه النظرية الامر هنا يتعلق بما تدذله من جهد للتنقيب عن ايجابيات الناس وغض البصر عن عيوبهم فكلما ارتفعت لديك حسة تقدير الاشخاص وتجاهل سلبياتهم وجدت ان الامر نفسه سينطبق عليك اذ ستصبح بالنسبة اليهم شخصا يستحق التقدير وستشعر ان علاقتك بهم تتجه الى الافضل كل يوم ويستحيل وفقا لطبيعة البشر ان ينعم بالسلام والطمأنينة الداخلية ذلك الشخص الذي يدعو الى المثاليات والكمال في كل ما يحيط به ومن سمات ذلك الشخص انه يؤمن بمبدأ خيالي مفاده ان الاشخاص اللطفاء اصحاب الخلق هم اقل الناس حظا في هذه الدنيا وهذا ما تنفيه حقائق الاشياء فهناك كثير من الاشخاص الطيبين تبوأوا ارفع المناصب في بلادهم وحققوا نجاحا اضعاف ما يحققه الاشرار هذه معتقدات صغيرة كالجراثيم دعك منها واعتنق من الافكار اكبرها ومن المشاعر اكثرها ايجابية كن واقعيا فيما تطلبه من الاخرين وخياليا فيما تطلبه من نفسك فالطموحات الكبيرة تتحقق بمقدار ما يمتلكه المرء من خيال وقدرة على التركيز على اهدافه وتذكر دوما ان من ينظر بعينيه ومشاعره الى الهدف الكبير لا يرى شيئا سواه لا يرى الصغائر تغليف الحياة بالشفقة يجعلها منتجا رائعا الشفقة هي الشعور العاطفي الذي يدفعك الى وضع نفسك مكان شخص اخر وتخيل ظروفه التي تعلمها ولا تعلمها فان كنت تعلم ظروفه الصعبة فذلك سيساعدك على تقدير موقفه وتبرير خطأه الذي ارتكبه بحقك وان كنت لا تعلم عن ظروفه شيئا فافترض انه يمر باسوأ ما يمكن تخيله فهذه وصفة مثالية لتخليص نفسك من المشاعر السلبية بالدرجة الاولى وادقاء الباب مفتوحا بشكل مستمر للتصالح مع اي شخص ثارت بينك وبينه مشكلة من اي نوع ان الشفقة هي خصلة يمكن زرعها في النفس بسهولة وتنميتها ولا تحتاج منك الى اكثر من النية والفعل فتنوي ان تفتح قلبك للاخرين وان تمد العون لهم بقدر استطاعتك وتتغاض عن اخطائهم وهذا ما قصدته الام تيريزة حين قالت نحن لا نستطيع ان نقوم باشياء عظيمة في هذه الدنيا فقط نستطيع فعل الاشياء البسيطة بحب شديد كما ان الشفقة التي يجب ان تتحلى بها ينبغي ان تطبقها على نفسك فكثير مما يعيش حياته مهوسا بانجاز الاشياء وهو يظن انه بمجرد انجازها سيحصل على الرضا والاكتفاء وما يحصل حقا هو ان مشاغل الحياة لا تنتهي ومن تحذف شيئا من قائمة اهدافك ومشاريعك حتى يظهر غيره وهكذا الشفقة المطلوبة لانفسنا ولأحبائنا تقتضي تخصيص وقت فارغ لا نقوم فيه باي واجبات سوى التواجد بالقرب من الاحبة الاهل والاصدقاء والاستمتاع معهم بالوقت باي صورة كانت ففقدان احد الاحبة من العائلة او الاصدقاء فجأة سيضعك امام حقيقة مؤلمة وهي ان كل المشاريع التي استنزفت منك الوقت وابعدتك عنه لم تكن في الحقيقة سوى صغائر فلا تسمح لهذه الحقيقة ان تباغتك بعد فوات الاوام هل تعلم ان مقاطعة كلام الاخرين هو قمة الانانية هذا للأسف الشديد سلوك منتشر لدى الكثيرين ولكن ما علاقته بالانانية وما علاقة هذا النوع من الانانية بصغائر الامور حين يقص عليك شخص قصة ما او يخبرك عن بعض انجازاته راقب نفسك وكيف ستميل لان تقول له شيئا في المقابل يطلق علماء النفس على تلك الرغبة مسمى الانا وحين تكون تلك الانا عالية عند المرء فانها تدفعه لمقاطعة كلام الاخرين لانها الصوت الذي بداخلك والذي يريد ان يقول للاخرين ان لديك قصص افضل وانجازات اكثر قيمة ان الانا ذلك الجزء القابع في زاوية معتمة من ذواتنا الذي يدعو الناس لرؤيته وسماعه واحترامه هو فقط لا غير ان ادراكك لهذه البديهية من اداب الحوار وفهمك لها والتزامك بخفض مستوى الانا في تواصلك مع الاخرين يصيبهم بالارتياح ويقربك منهم عاطفيا كما انك ستشعر بمزيد من الثقة بنفسك لانك لن تتشوق انتظارا لدورك في الحديث بل ستترك الطرف الاخر ليعبر عن نفسه ثم يأتي دورك بكل سلاسة ان ارتفاع منسوب الانا لدى شخص ما ينفر الناس من حوله ويجعلهم يبغضون التواصل معه والجلوس اليه وهو لا يدرك في خضم غماسه في الانا كم كان سخيفا حين عرض نفسه للعزلة بسبب هذه الصغيرة التي استمر في الالتفات اليها على حساب مشاعر الاخرين وحقهم في التعبير عن انفسهم ان الناس يقبلون لا شعوريا على المستمع الجيد الذي يصغي لهم بكامل مشاعره ويظهر لهم تواضعه وانه يتعلم من خبراتهم ويمتص غضبهم وحتى لو تجاوز الطرف الاخر حقه في التعبير عن نفسه بشكل لائق وبدأ يختال عليك وظهرت عليه اعراض تضخم الانا فعليك ان تتمتع بمزيد ومزيد من الصبر لان من امامك بدأ لتوه بممارسة تلك الصغيرة التي جرى تحذيرك منها دعه يكمل ما لديه من هراء ايا كان ثم انضفي طريقك وكأنك لم تسمع شيئا ولم تقابل احدا حقا هذا افضل ما تواجه به ذاك النوع من الصغائر هل مارست يوما لعبة تسريع شريط الزمن؟ قبل اختراع الاقراص المدمجة كانت هناك كبسة للتسريع واخرى لترجيع شريط الاغاني في اجهزة المسجلات القديمة فحين تريد تقرار سماع الاغنية كنت تضغط زر الترجيع وحين تريد القفزة الى الاغنية التالية تضغط زر التسريع بان كانك اعتبار الزمن شريطا يمكنك تسريعه بواسطة عقلك اذا اردت الوصول الى مرحلة المناعة الذاتية ضد توافه الامور ولتوضيح المعنى حاول ان تتذكر نقاشا حاميا لك مع زوجتك منذ سنتين كاد يصل الى الطلاق ثم انظر الى العلاقة بينكما هذه الايام الم ينس كل منكما تلك السخافات التي قالها احدكما للاخر يومها المقصود من هذه اللعبة هو ان تتعرض لموقف هو في حقيقته تافه لكنك شعرت بالضيق منه وتتخيل علاقتك به بعد سنة مثلا مثل قيام ذلك الطالب المتفوق الذي ظننته احمق بقطع الشارع بطريقة متهورة غير مقصودة هل يعقل ان تبقى متوترا بسبب هذا الموقف لمدة شهرين ان هذا مثير للضحك فعلا ويستحيل حدوثه مع انسان عاقل سوف يذهلك كم الاشياء التي ستنتقل من خانة المشاكل الى خانة التوافه ان مرور الزمن يحل الفضائع فالامور الرهيبة كموت الاحبة او طلاق الازواج او السقوط في الاختبارات الدراسية هي تجارب صعبة جدا لكن الانسان يستطيع التغلب عليها بفضل غريزة نسيان ولكي نكون اكثر دقة فان بعض الامور لا تنسى حقا ولكن وطأة تأثيرها تخف تدريجيا الى درجة التلاشي بمرور الايام فاذا كان ذلك واقعا فيما يتعلق بالصدمات الكبيرة اليس من الاولى تطبيقه على الصغائر سد جارك مدخل بيتك بسيارته او ضاعت حافظة نقودك او تعرضت لخصم بلا وجه حق من راتبك او قبضت على ابنك المراهق متلبسا بالتدخين فتعامل مع الموقف بمنطق المعالجة السريعة الانية ثم تخيل مرور سنتين على ذلك الموقف وقدمناه التجاهل هدية باثر مستقبلي وستجد ان الموقف تحول من وحش مخيف الى قزم ساذج خلال دقائق معدودة انت مخلوق طويل فتعامل مع الاحداث كلها على انها اقزام انت لست سيارة واسعاف والحياة ليست غرفة طوارئ حياة بعض الناس رحلة من الشقاء فهم في حالة سباق جنوني مع كل شيء تكون المشكلة كبيرة عند اخذ الاهداف بجدية مبالغة فيها فالسعي لوظيفة افضل او التخطيط لافتتاح مشروعك الخاص او التصميم على شراء جيبرينج روفر كل هذا لا بأس به وهو في الحقيقة دينامو الحياة فوجود الاهداف لدينا هو الذي يجعل دولاب الحياة يدور تكمن المشكلة في ان تكرس نفسك على مدار اليوم والاسبوع والشهر والسنة لفدمة اهدافك المادية والسعي لتحقيقها هذا يجعل الحياة غرفة طوارئ ويجعل منك سيارة اسعار ما الذي سيحدث ان لم تسر الامور كما خططت لها ما اسوأ ما يمكن ان يحدث اسأل نفسك هذا السؤال بين الحين والاخر لكي تخفف الضغط عن عقلك فنحن نحتاج الى شيء من الفوضى احيانا وشيء من الملل والنقص والخلل فالسير على نفس المنوال لمدة طويلة يودي ببعضنا الى الجنون احيانا خاصة مع تعقب متطلبات الحياة وكثرتها وتنوع مصادر المعلومات وهذا الكم الهائل من الاعلانات التجارية التي تحثنا على مزيد من الاستهلاك ومزيد من الانفاق ومزيد من التسوق هذه دوامة مجنونة حذار من السقوط فيها ليس هناك احد يمسك مسدسا مصوبا الى رأسك ان لم تشتري كل اغراض البيت هذا اليوم ولا احد يصوب اليك مسدسا ان لم ترسل الاطباق وتنشر الغسيل وتحمم الاولاد قبل نهاية المساء الان او بعد ساعة او ساعتين او غدا ستتم كل هذه الامور فلم كل هذا الضغط يحتاج كل منها الى وقت مخصص للهدوء والى الشعور بان الامور كلها على ما يرام وان ليس ثم مزيد من الواجبات لهذا اليوم فالمزاج المتعكر قد يخدعك وينقل الى مشاعرك شحنات سلبية تجعلك ترى الحياة مارثونا مهلكا وانك ان لم تركض باقصى طاقتك فسوف تخسر كل شيء هذا ليس صحيحا على الاطلاق فالحياة مستمرة منذ ملايين السنين مع ان الكثيرين فيها عشوا وماتوا ولم يفعلوا طيلة حياته النصف الذي فعلته انت فارحم نفسك قليلا وحرص على ان تكون سعيدا ومستمتعا اكثر من حرصك على ان تكون متما لواجباتك وفي الواقع ان افضل طريقة لاتمام واجباتك هي ان تكون سعيدا بادائها متى كانت اخر مرة نظرت فيها الى السماء الا تسأم من صناعات البشر ان تأمل مصنوعات الله هو افضل علاج للروح المتعبة يظهر ذلك في شروق الشمس وفي الحركة المهيبة للغيوم الكثيفة في مشهد قمة جبل تغطيه الثلود وفي حركة اوراق الشجر بفعل الرياح وفي تدافع الامواج الى رمال الشاطئ واقدس ما يمكن لك ان تتأمله من مصنوعات الله هو تلك الاتسامة الرائعة المرتسمة على وجه طفل بريء ان ملاحظة يد الله في الاشياء التي تحيط بنا يعيدنا الى حقيقتنا الروحية التي انستنا اياها التطورات التكنولوجية والمظاهر المادية التي تحيط بنا لذا فان من الذكاء دوما العودة الى الاصول الاولى وان لا ننسى اننا نوع ضئيل من نخلوقات لا تحصى وبرغم ذلك فعلينا ان لا ننسى التكريم الذي وهبه الله للبشر وتسفير كل شيء لخدمة الانسان وتسهيل حياته اذكار كهذه تساعدك على تذكر ان الاشخاص الذين يثيرون المتاعب من حولك هم ايضا من خلق الله وهذا يثير فيك ما شاعر الاخوة والوفاق معهم ويدفعك الى احتوائهم والتعامل معهم على انهم اخوتك الصغار الذين تقع على عاتقك مهمة رعايتهم او اخوتك الكبار الذين يتوجب عليك احترامهم وتوقيرهم في كل الحلقة كما ان استشعارك لقدسية رسالتك في الحياة وتجلياتها الروحية يجعلك شخصا اقل تصلبا واكثر تجاهلا للصفات السيئة التي تلاحظها لدى الاخرين ويدفعك للتدقيق في عيوبك الشخصية وسلبياتك وتقبل الانتقادات التي توجه اليك اذ ان اي شيء يقوله الناس عنك لا بد ان فيه شيئا من الصحة فاستمتع بالبحث عنه دائما واجعل الناس سعداء ومحقين فهذا سر من اسرار اجتذابهم اليه فالناس يحبون ان يكونوا على حق دائما فلم لا تمنحهم هذه الهدية المجانية كنوع من الاحسان اليهم كذلك وبالربط مع ما سبق فان العلاقة المتينة مع الخالق تنبه الى تلك الحقيقة الازلية لهذا الكون الكبير وهي ان كل شيء ماضي الى نهايته على كل حال فكل شجرة ستذبل وكل صخرة ستنكسر وتتفتت الى اجزاء صغيرة وكل بيت سيتركه اصحابه عاجلا ام اجلا وكل سيارة ستتلف في النهاية وتتحول الى كومة من الخردة حتى تلك الرينجروفر التي تؤرق ليلك وهذا شأن كل ما في الحياة فلا تتمسك بالاشياء بل استعملها وانت مدرك لوزنها الفعلي وانها ليست في النهاية اكثر من صغائر سوف تتلاشى ذات يوم بعد كل ذلك شارك في جنازتك بشكل يومي وبرغم ان ذلك قد يبدو اسلوبا مريعا للتعامل مع الحياة لكنه فعال جدا من حيث تذكيرنا بالاشياء المهمة فالشيء يعرف بنقيضه فاذا واجهتك قضية تافهة ومعقدة في الوقت نفسه واشغلت تذكيرا فاهرب منها الى تخيل يوم جنازتك ستشعر حينها كم ان حياتك ثمينة مقارنة بالجهد الذي تنوي بذله لحل تلك المشكلة ان هذا التكتيك المرعب يجعلك تعطي وزنا لكل دقيقة من وقتك وكل خلية من اعصابك ويحرك فيك طاقة العطاء للاخرين وبدلا من الدراما المأساوية التي تثيرها الاشياء السخيفة من حولنا فانها ستنقلب الى كوميديا مضحكة في الحقيقة الحياة مضحكة جدا لمحضي اننا مع كل هذا الضجيج والصخب والتهافت والتوتر سنموت في اخر الامر ولكي تضمن لنفسك وجودا من نوع اخر وجودا متميزا يستمر الى ما بعد موتك اشغل نفسك فيما يمكن ان تعطيه للحياة والناس فكر في منح دروس مجانية في الرياضيات لابناء الجيران الفقراء واذا لم يقم احد برفع كيس القمامة عن الرصيف فماذا تنتظر ازله انت وكن من يفعل ذلك دائما من دون كل الجيران هذا افضل بكثير من الجلوس لمراقبة من يضع الكيس هناك في كل مرة ان تخيلك ليوم جنازتك يوميا قبل ان تنام يدفعك الى الاستيقاظ نشيطا وشكر الله على ان منحك الحياة لهذا اليوم اشكره على كل ما لديك فعلا بدلا من تبديد مشاعرك في الاسع على الذي لا تملكه فهناك الاف البشر الذين لا يملكون ربع ما لديك هناك مشردون ومرضى وجائعون وانت تملك سقفا فوق رأسك ووظيفة وصحة جيدة فما الذي تريده تريد العودة للصغائر تخيل يوم جنازتك فورا واجعل هذا سلاحك الاكبر في مواجهة كل صعوبات الحياة فما من شيء الا ويهون اذا قرن بالموت قبل ان نترككم كانت تلك دعوة سريعة من رجل عاش حياة قصيرة لان نكون اكثر جدية بخصوص قيمتنا الذاتية وقيمة حياتنا قد يد الامر صعبا في البداية ولكن حين تعتاد التفكير على هذا النحو فسوف تعتاد على ذلك سوف تعتاد قطعا على الاحسان وتقديم المعروف من دون انتظار للمقابل وسوف تنظر للمشكلات على انها فرص لتعلم اشياء جديدة واكتساب فبرات عميقة وسوف تكف عن القاء اللوم على الاخرين وانتقادهم وستكون اكثر لطفا وستشعر بالحب والبهجة يغمران حياتك قيلة الوقت لانك قد رأيت الامور على حقيقتها وحقيقة كل الامور هي انها محض صغائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر